بعد تكرر انتهاكات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح عند الحدود السعودية اليمنية ومحاولاتهم التسلل إلى الحدود والاعتداء على المدن فيها بعثت السعودية رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن عبر سفيرها الدائم في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي أبرز ما جاء فيها أن الميليشيات تنتهك الحدود السعودية وتستخدم القذائف والصواريخ الباليستية إيرانية الصنع وهو ما تسبب بخسائر في الأرواح والممتلكات ودمار في البنية التحتية وأضرار بالمستشفيات والمدارس المعلم أكد في الرسالة أن تزويد الميليشيات بالأسلحة والذخائر الإيرانية يشكل خرقا للقرار 22-16 مذكرا بشحنات الأسلحة الإيرانية غير القانونية التي تم اعتراضها أكثر من مرة كما أضاف المعلم أن تهريب الأسلحة لا يشكل فقط خرقا للقوانين الدولية بل يهدد أمن وسلامة السعودية واليمن والمنطقة مؤكدا على حق السعودية في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تهديد الميليشيات المدعومة من إيران هذا وشدد المعلم في الرسالة على ضرورة محاسبة الإنقلابيين على انتهاكاتهم وعرقلتهم لعملية الانتقال السياسي في اليمن وأن على مجلس الأمن إلزام إيران بالقوانين الدولية المعلم ختم الرسالة بتأكيده دعم السعودية للمبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل مبني على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن جمان خوجة العربية